وطني 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 طالي الثمني طوحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المحامي لتعيش فرن طول الزمن نحاول نقوم بمداخلة فيما يتعلق بالتعثر الحركة أول شي بالنسبة لي لابد هو أن الناس تراجح مفهومها للحرك نطرح أسئلة الحرك هذا هو بالنسبة لكم هو مسيرات هو أهزيج هو حركة سياسية هو حزب سياسي هو في أمين الناس هو انتفاضة شعبية أم هذا الحرك هو عبارة عن نشاط مستمر حرك فكري حرك ثقافي حرك سياسي لازم نحده واش نقصده بهذا الحرك يا هل ترى الحرك هو الخروج للشارع راها الناس ضرك الآن واش راها تطلب كين منهم اللي راه هو يطالب بالنزول للشارع النزول للشارع هذا هو الحرك لازم نحده أولا المفهوم هذا انتع الحرك فيما بعد الحرك هذا ضرك كين عوامل نجاحه وعوامل فشله ماذا نريد بهذا الحرك نريد هو ان نستعمل هذا الشارع من أجل فرض مطالب يا هل ترى اذا تكلمنا ضركي اذا العوامل اللي انتع النجاح والعوامل اللي انتع الفشل ما هي عوامل النجاح اللي احنا لازم ننقوم بها حتى باش يكون هناك حراك قوي منظم مؤطر عنده مطالب محددة عنده أهدف محددة وفيه خطة فيه استراتيجية فيه قيادة اللي هي فهم النظام هذا فهم ألعبه وكين هناك وسائل وكين هناك إمكانيات من جوان مختلفة مادية وإعلامية وإلى غير ذلك على جلبه احنا نفرض الواقع على هاد السلطة الجائرة وفيما بعد احنا نحق الاهدف انتعنا وكيفاش رحين نحقوا الاهدف انتعنا نحن نحقوها يا هل ترى مثلا قال بانتفاضة شعبية قال اي الخيارات اللي رحين احنا ننتهجوها باش نفرضوا احنا هذك الواقع على السلطة بالانتخابات بالعنف بالثورة المسلحة واش نقصده بالتغيير هذا فيما بعد يا هل ترى فيه بديل راه مطروح يا هل ترى الناس هذو اللي راه مطلبوا بالحراك هذا يا هل ترى راه مجدو حكومة مثلا مؤقتة يا هل ترى راه مجدو رئاسة يا هل ترى راه مجدو بديل وجدو مشروع وجدو ارضية على جلبه احنا تلقى كما نقولوا توافق شعبي حتى باش فيما بعد احنا نحقوا هذك المطلبة اذا انظرنا للحراك انظرنا للحراك نشوفوا ما هي العوامل اللي خلات هذا الحراك يكون اذا كان قلنا باللي الحراك هذا هو النزول للشارع خطراني قلت باللي انا لابد هو ان يعاد المفهوم متاع هذا الحراك اذا كان قلنا باللي الحراك هذا هو الخروج للشارع ما هي العوامل كان ظلم كان تهميش كان اقصى كان غياب تاع العدالة كان تخبط متاع السلطة تخبط من خلال القرارات المرتجلة مرات يعينوك مثلا في في وقت من الاوقات يعينلك هو زير بعد 24 ساعة راح واللي تصارت الناس هو انو لا تدري اش كن هو اللي راح يعين ولعلكم راكم اتتابعوا في المحاكم راهوا ساعد بوتفليقة في السجن وغيره ها حدادوا ولا سويت راكم تعرفوا البقية اذا كان هناك عوامل اللي هي خلات الناس تنزل للشارع من بينها ايضا مرض بوتفليقة والطامة الكبرى هو الاستهتار بالشعب بل وصلت الامور الى درجة الاستحمار سمحوني على التعبير ربما راهوا شوية قاوي لكن هذي الحقيقة وصلت الناس للاستحمار والاستبغال صاروا يشوفوا في الناس يعني كأنهم مش ديرينهم حتى حسد وصارنا نشوفوا في الكادر جيبوا حيصان اعطيوه للكادر مدوه لقدموا الحيصان قدموه للكادر وصارت يعني صورة الجزائر مشواها صارت الجزائر مسخارة امام الشعوب من الوضع هذك اللي كان في وقت بوتفليقة بحيث هو انه كان على كرسي متحرك وراكم شفتوا نتيجة هذك اللي وصلت لها اذن كان هناك عوامل اللي هي خلات الناس تخرج للشارع بالاضافة الى ذلك كان فيه تخوف كان تخوف من انزلاقات ما رد هذك تخوف هو الفتنة اللي مرت بها البلاد احنا لما نقوله احنا تعثر هذا الحارك لازم ننشوفوا ما هي الاسباب احنا ذكرنا قلنا تكلمنا على العوامل اللي انتعى الحارك راهو الحارك اذا كان احنا قلنا باللي راهو هو الخروج للشارع راه الناس خرجت للشارع لكن فيما بعد عادت لبيوتها ما هي الاشياء اللي خلات هذ الناس تعاود ترجع لبيوتها لازمنا نطرحوا اسئلة نفهموا العوامل اللي انتعى هذك اللي خلت الناس للشارع ووش هي العوامل اللي هي خلات ترجع الناس لبيوتها باش فيما بعد احنا اذا كان قلنا باللي عاود يرجع الحارك راني قلت لازمنا نحدوا المفهوم الحارك ونشوفوا العوامل يا هل ترى هي نفسها نشوفوا اذا عوامل النجاح باش يكون هناك ناجح لهذا الحارك احنا راني عطينا بعض بعض العوامل اللي هي خلات هذا الحارك هو انه يكون راني ذكرنا بعض الاسباب تهميش الاقصاء البطالة الحقرة المهم غياب العدالة غياب تكافؤ الفرص الفاساد فاساد ضارب الطم انتعى وصارت الناس تهزب البوكلان وتدي وكي الناس مساكنة راه معيشين في عالمها داخل المهم خرجة هذه الجماهير كانت هناك اشياء اللي هي خلاتها تجتمع ومن بينها هو انه كانت الناس مجمعة على ذهاب بوتفليقة كانت الناس تريد هو انه وقف العهد الخامسة كانت الناس كلها بالغالب مجتمعين حول ذهاب بوتفليقة بما فيهم الناس اللي كانوا في الفلان وبما فيهم الناس اللي كانوا في الارندي خلينا من الناس المنتفعين والناس اللي راهما لكن كانت الناس مجمعة على جلب باش يروح بوتفليقة برك فيما بعد دخلت عوامل من بينها القيادة العسكرية فيما بعد بدت العوامل الانتاع تقسيم الحركة من بينها هو انه الناس لم تكن مجمعة على خيارتها التغيير كان اللي راه يشوف فيها لابد من مرحلة انتقالية كان اللي يشوف لابد هو انه تمشي في اطار الدستور وتروح تمشي الانتخابات الرئاسية وكان الناس اللي راه انظركم في السلطة يحاوسوا يديروا الانتخابات الرئاسية كغطاء كغطاء باش هما يفرضوا واقع على الشعب وفرضوه وفيما بعد دخلت عوامل اللي هي بدت تساهم في تقسيم الحركة من بينها الرايا الرايا هذين تعليل الامازيغية بين قوسين وعارف باللي كلاميها ذره ويوجع لكن هذه حقائق نقول هنا من بين الاشياء اللي هي ساهمت في بداية انقسام الحركة وبدت فيه الاديولوجية كأن عوامل اذن هي اللي ساهمت في تعثر هذك الحركة اديولوجية وكي نقول اديولوجية لا اقصد انا فئة من الناس او قل طرف اديولوجية كي الناس اللي رحموا ما يحوسوا عليها توجه اسلامي كي الناس اللي رحموا ما يحوسوا عليها توجه علماني المهم الاديولوجية هذيك دخلت وبدأت تناطح وبدأت تخوين وقدوا ان شاء الله هممكن ديروا برنامج على مصالي الحاج الناس مصالي الحاج من ثلاثينات هو ينظلم بعد يجيك انت واحد في اخر لحظة يقول لك هذا خاين نفس الشي في الحركة حرك هذا وشي هو؟ هو ناشاط مستمر هو جاء نتيجة التراكمات تراكمات نضالات بق نجيه فيما بعد للصراعات جاء التراكمات فيما بعد جاء هذا الحركة من بين اشياء ايضا من بين العوامل اللي هي ساهمت في تعثر هذا الحركة هي الصراعات صراعات قديمة صراعات تعود الى حزب الشعب وجاية جاية وتغرست ونشوفوها في شعارات نشوفوها في الاهزيج نشوفوها ضق الان احنا اذا كان حبينا على جل بشي يعود يرجع الحراك ارى انا مدينا ضق مثلا عوامل اه نتعى الحراك نشوفوها احنا ذرك يا هل ترا هي نفس العوامل؟ كان البود في لقاء على كرسي متحرك الان راهو تبون يمشي ودير بروتيز يا هل ترا هي نفسها؟ واحد منكم يطرح هذه الاسئلة العوامل هذه اللي هي ادت الى خروج الناس للشرع يا هل ترا الان راهو العدالة غائبة؟ راه الناس ما على بلها شكون اللي راهو يعين وشكون اللي راهو ينحي يا هل ترا راه الناس ما زال تمشي بنفس المنطق اللي كان في وقت بوت في اللقاء؟ هو مريض باش احنا نقوله ضق باللي راهو يكون تكون فيه عودة للشارع عودة للشارع هذه مش انتعني داع في الفيسبوك تديرو والله في اليوتيوب كينا عوامل عوامل هذيك يا هل ترا هي نفسها اللي هي ادت الى خروج الحرك هي نفسها راهو موجودة الان كل واحد منكم يحاول هو انه يجع جواب ضق الآن هذه العوامل اللي هي ادت الى تعثر الحرك راني ذكرت بعضها ومن بينها السراعات من بينها هذه الراية لانها غير مجمع عليها بالاضافة الى ذلك عودت بعض الخطابات صارت الناس انت واحد يقولك ارعيش في اليمن ارعيش في السعودية وواحد يقولك ارعيش ديرلديان بدنا نسمعه في واحد الخطابات في واحد تعصب في واحد التطرف وادى هذا التطرف وهذا التعصب والات الناس تقولك بيالى انا رغم انني ضد النظام ولكن افضل النظام على هذا الناس صحبي هذا اللي يجيك انت اياه في الفين واثنين وعشرين يقول لك انت اروا عيش في اليمن عيش في السعودية هذا غدوة له كان يصل السلطة وشيدي لكذا هذا يمحي الجذور كذا بالتالي كان هناك خطاب كان هناك عقلية ادت هي الى تعثر هذا الحرك بالاضافة الى ذلك لم تكن الناس مجمعة على خيار تغيير كان الناس اللي رهم يشوفوهما باللي الخيار الامن هي الانتخابات وكان اللي رهم هما يشوفوه باللي اقعد انت اضغط 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 حتى النظام يهرب جماعة يهربو كما هرب نعلي كاي الناس اللي يفكروا هكذا قلك انت اضغط اضغطهم بعد جماعة يهزو دراهم ويهربو يديرو كما بنعلي ويروحو بالتالي صرا فيه انقيسان وذرك من بين الاشياء اللي هي خلات الناس تشبدروحها هي الانتكاسة كانت الناس اللي هي امنا بيب التبون كان منهم اللي عاود تراجع كان الناس اللي هي كانت تشوف في القايد صالح والفريق اللي كان معاه يشتغل لا سيما هو انه دخلوا بعض الجنيرالات وبعض القيادات للسجن صاروا يشوفوا باللي قايد صالح راح ومن معه وراحه ومنهم اللي رهم في السجون وناس كانوا من المغضوب يعليهم كانوا في السجون خرجوا وكاي الناس اللي هما كانوا في الخارج ومن بينهم راكم سمعتوا التسجيل وانه راه هو النظار في الجزائر يدور ولا صحافة تكلم عليه ولا ولا هم يحزنون باباها راه استقبلا في طائرة ودخلوه للجزائر وفي المقابل ناس مواطنين عاديين راه ممنوعين حتى من التجول في الجزائر بالتالي الناس واللي تشوف باللي راه عادة العصابة يا هل ترى يقدر يعود الحراك بهذا الانقسام اللي راه موجود كين اذن فيها عوامل انتع فشل وكين فيها عوامل انتع النجاح وكل واحد منكم يقدر يدرس هذه العوامل عوامل الفشل وش هي 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 التنازع هي الفرقة هي لا اريكم الا ما ارى هي التخوين هي التشويه هي الجهوية هي العنصرية هي غياب المطالب والله عدم تحديد مطالب بعدم تحديد اهداف هي ما عندكش امكانيات ما عندكش اعلام واحد ما كانش تنسيق ما كانش تنظيم ما كانش كذا عوامل النجاح وش هي هي العكس تاع هذه الاشياء عكس الاشياء انتع الفشل عوامل الفشل تلقاها هي الاخرى عوامل النجاح عوامل النجاح هي الوحدة على راية واحدة على مطالب واحدة على اهداف واحدة ولو مرحلية فيما بعد نهار اللي توصل الناس انها تبني دولة المؤسسة فيما بعد كل واحد يعمل بحره ولكن على الاقل تكون هناك خطوط عارضة توحد عليها الناس يا هل ترى هذه الاشياء موجودة غير موجودة للأسف شديد بالتالي كل واحد منكم هو انه يطرح اسئلة يا هل ترى